اولمبياد توكيو 2020 فريق الولايات المتحدة الامريكية الجنباز الفني لسيدات الفصل 7 ات اي 5 خروج 118 الجنباز دوبون ولاية واشنطن 98327 الحلقة 1 الاول من مارس 2021 امتلأ مرفق الجنباز اي 5 اكسيت 118 بالعاملين في وسائل الاعلام الاخبارية الرياضية ومعداتهم الضخمة والكابلات التي لا نهاية لها بألوان قوس قزح الموصولة بمعدات من جميع الانواع والاحجام المستخدمة للبث للجماهير في ارض التلفزيون حققت اي 5 اكسيت 118 للجنباز رقم نقياس مرموقا في انتاج الرياضيين الاولمبيين والتي اشتهرت بها حصل جميع الاعضاء الثمانية في مجموعة ليليان على فتحة في فريق اولمبياد توكيو 2020 بالولايات المتحدة الامريكية في الجنباز الفني للسيدات تم اختيار ثلاثة من مدربنا للمشاركة مع المدربين اللاخرين الذين تم اختيارهم لتدريب اعضاء الفريق الرسمي كانت الوماضات البيضاء من كاميرات الاخبار والاضواء الحمراء التي تنتشر في اجهزة تسجيل الفيديو الخاصة بهم هي الوضع الطبيعي الجديد منسقنا الاعلامي اللانسة بريتلوف كان يعمل في وضع جنوني كان لابد من الموافقة على جميع الامور المتعلقة بوسائل الاعلام التي تشارك فيها لاعب الجنباز لدينا يبدو انها تعمل 24 ساعة في اليوم مكثت وتنام في صالة الالعاب الرياضية وقد اثرت الاضطرابات في روتينهم المعتاد بشكل كبير على المتدربين اللاخرين أولاً أصبحت مساحة التنفس وغرفة الكوع من الرفاهية اللان تم إصدار بعض الإجازة من قبل الموظفين لمجموعتنا المكونة من عشرين جولة وكل متدرب آخر في المنشأة بدأ التدريب الرسمي للفريق الرسمي في مرفق الجنباز أي 5 إبسيت 118 الذي امتدى إلى أماكن أخرى بما في ذلك مركز التدريب على الألعاب الأولمبية الأمريكية في كولورادو سكرينغيز كولورادو الغالبية العظمى من أعضاء مجموعتنا ذهبوا في إجازة مع عائلاتهم كان من النادر للغاية أن يحصل المتدربون على إجازة لذلك انتهزت عائلاتهم وأولياء أمورهم هذه الفرصة لقضاء إجازة تمشيت أنا وكيم في المكتب الأمامي على أمل أن يلاحظنا موظف الأخبار الرياضية حتى لآن لم يفعلوا ذلك تم إيلاء كل الاهتمامي لأولمبياد 2020 عبرنا عن نوايانا من خلال ملابسنا كنت أرتدي فستان سهرة مطبوع عليه شعار وتميمة أولمبياد توكيو 2020 كان شعري مربوطا برباط رأس يحمل طابع الألعاب الأولمبية امطقا مع جواربي وصنادلة ارتدينا جيمي عن ابتسامات واسعة جيدا وتظاهرنا بالحماس تجاه ما يجري كانت تيان تيان ترتدي سر والجينز ممزق في الركبة وقميس ألعاب 2020 وعقال مع رسم للجسم مكتوب عليه 2020 على فحصها الصغير وأولمبياد على خدها الأيمن كانت ياسمين ترتدي سروالا قاصرا وأحذية وجوارب وقميسا بطابع الألعاب الأولمبية لقد ذهب كيم كل شيء كانت ترتدي سروالا قاصرا من ألياف لدنة على شكل الألعاب الأولمبية وحمالة صدر للركض وقد رسمت الجزء الأوسط منها بأولمبياد توكيو 2020 حتى الآن لم نتلقى أي اهتمام كان المذيعون الرياضيون مهتمين بالطووسين المتباهرين أكثر من اهتمامنا نحن الأربعة لقد جعنا أنفسنا معروفين وظاهرين لكنهم رفضونا باعتبارنا متحمسين للغاية إما أنهم لم يشتروا حماسنا المصطنعة أو أنهم لم يهتموا بأي شيء آخر غير أولمبياد 2020 نحن لم نستسلم أسررنا قبل ساعات قليلة من بدء أول تدريب رسمي فعل لأولمبياد توكيو 2020 كنت أنا ومجموعة من أربعة عشر وعدا آخر يتسكع في مكتب السيدة هنفري كانت هي والعديد من مساعدها مجغولين بتجميل أربعة عشر لاعبة جنباز كنت أساعد أحد المساعدين أثناء عمله في جانس أحد أسلافنا رفعت مرآة صغيرة أمام جانس كانت ترتدي ملابس الإحماء الرسمية لفريقها قالت لي لم تذهب في إجازة مع عائلتك كما فعل زملائك في الفريق الآخر قال لها لا لقد استنفذ والدي أيام المرض وأيام الإجازة منذ شهور بجانب جانس كان أحد المساعدين يقوم بتزيين ميلا سلفنا لآخر رفعت كيم مرآة صغيرة أمامها قالت ميلا لكيم أشعر بالسوء لأنك تقضي إجازتك هنا في القيام بذلك أليس لديك أشياء أفضل لتفعلها أجاب كيم على الفور لا يوجد شيء آخر أكثر أهمية من أن تكون فيدا لأحد أولمبياد توكيو 2020 سيحدث هذا مرة واحدة فقط في حياتي بعد ذلك كل شيء آخر يمكن أن ينتظر ماريا إروين التي كانت السيدة هنفري تعمل عليها مع كوبي رفعت أمامها مرآة صغيرة قالت لكوبي شكرا للمساعدة كوبي لطيف جدا منك أجاب كوبي فقد أفضل ما لدي في أولمبياد توكيو 2020 لأن هذا لن يحدث إلا مرة واحدة في حياتي كان أي من أعضاء فريق أولمبياد توكيو 2020 المكون من 14 عيدوا والذين انتهوا من العناية بشعرهم ومكياجهم يجلسون وينتظرون ويلعبون على هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية بعض الفتيات من مجموعتنا المكونة من عشرين جولة قد قاموا بتلبية احتياجاتهم وتدليلهم كان تيان تيان ينظف بياتريس جونز ويصفف شعر بياتريس كيف كانت السيدة هنفري تفعل شعرها على مر السنين من الذاكرة إما كانت ذاكرة تيان تيان سيئة أو كانت تفتقر إلى مهارات التجميل قالت بياتريس لتين تيان أنتم يا فتيات لطفات للغاية لتكون مساعدة أجاب تيان تيان لو كنت مكانك لما كنت أتوقع أقل من ذلك بجانب بياتريس وضعت سيندي ظلال العيون على منطقة الحاجب ليليان قالت ليليان اشتقت إليكنا يا فتيات وهذا المكان بالفعل ولم نغادر بعد قال كوبي سنكون دائما معك بروح أنهت السيدة هنفري مع الأخير من الأربعة عشر شانو بعد ذلك بعدة ثوان طرقت إحدى المدربين المساعدين عدة مرات وألقت نظرة خاطفة على رأسها وقالت الإحماء في غضون خمس دقائق المدرب هام يريد جميع الرياضيين الأربعة عشر في منطقة التدريب بحلول ذلك الوقت وكان المدرب فلورنتين هام هو المدرب الرئيسي كما اختياره هو والمدربين الستة المساعدين لتدريب الأربعة عشر لعبا أولم العديد من ناسار خلف مجموعة الأربعة عشر أصبحت غرفة الكوعي شيئا من الماضي امتلأت الممرات بالعاملين في وسائل الإعلام الرياضية أصبحت الومضات البيضاء من الكاميرات والأضواء الحمراء الوامدة على أجهزة تسجيل الفيديو الخاصة بهم هي الوضع الطبيعي الجديد رفقت لأنسة كريدلو في الأربعة عشر لعبا أولمبي لمنع لاعب الجنباز من طرح الأسئلة غير الرسمية من العاملين في وسائل الإعلام وهي أنواع الأسئلة التي لم توافق عليها بفضلها انتقل اللاعبون الأولمبيون إلى منطقة التدريب دون وقوع حوادث ودون توقف للحصول على أسئلة وأجوبة سريعة غمر مدخل منطقة التدريب بالإعلاميين بوميدهم الأبيض وأضوائهم الحمراء الوامدة مشينا نحن والأولمبيون جانب ونجروا أقدامنا لو كنا نسير بشكل طبيعي لكنا قد دأس بعضنا على عقب بعضنا البعض ناشدت لأنسة بريدلوف إفساح الطريق يا رفاق لم يستمع أحد أولمبيا توكيو 2020